هل تشعر أحياناً أن هناك أشخاص يحاولون التلاعب بك؟ هل تسألت يوماً عن أسباب وأهداف هؤلاء وما هي دوافعهم لفعل ذلك؟ هل يمكن للتلاعب بنا أن يشكل تهديداً لحرياتنا وتفكيرنا المستقل؟ وما الأدوات والإستراتيجيات التي يستخدمها الآخرون لتحقيق أهدافهم على حسابنا؟ وما هي طرقهم للتأثير علينا والتلاعب بأفكارنا وسلوكنا؟ هل نحن قادرون على الكشف عن تلاعب الآخرين بنا؟ أو تعلم كيفية التعرف على التلاعب وحماية أنفسنا منه؟ أم أننا ضحايا سهلة لأجنداتهم الخفية والتي قد تؤثر على حياتنا بشكل مباشر وغير ملحوظ؟ من ناحية أخرى، هل لديك القدرة على قراءة شخصيات الأفراد واكتشاف ميولاتهم من خلال سلوكهم؟ هل يمكنك تحديد الإشارات غير اللفظية مثل الإنفعالات والتوتر في صوت الشخص؟ هل يمكنك تحليل المشاعر التي يعبر عنها أثناء الحديث؟ هل تستطيع استنتاج المعاني المخفية من حركات اليدين وتعابير الوجه؟ قد تتساءل ما علاقة هذه الأسئلة بما سبقها من أسئلة حول التلاعب؟ الإجابة بسيطة، هذه القدرات تساعدك في كشف المتلاعبين وفهم نواياهم ومآربهم فتطوير قدراتنا على تحليل الآخرين وفهم دوافعهم يمكن أن يساعدنا في التعرف على التلاعب وحماية أنفسنا منه فهم نمط التفاعل والإشارات غير اللفظية يمكن أن يمنحنا رؤية أكثر وعيا في التفاعلات الاجتماعية ويساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر وعيا وتأثيرا في حياتنا تابع الاستماع وانضم إلينا في هذه الرحلة المثيرة حول كيفية تلاعب الآخرين بنا وكيف يمكننا التعامل معهم بفاعلية أكبر في ملخص اليوم للكتاب الرائع كيف تقرأ الناس للمؤلف دانيل سباد الذي نشر عام 2013 الكتاب الذي يعرض فيه المؤلف 13 قانونا أو قاعدة لتعزيز فهمك للتلاعب ويقدم استراجيجيات تساعدك على قراءة لغة الجسد وتعامل مع المتلاعبين بفعالية وبمجرد اكتشافك لعلامات التلاعب ستتمكن من تقييم العلاقات في حياتك واتخاذ قرارات مدروسة بشأنها ستمكنك هذه المعرفة من ممارسة حقوقك في التعامل بكرامة وأن يتم التعامل معك باحترام سواء كان شريك حياتك أو صديقك أو أي شخص تحتك به ستتمكن أيضا من تجنب التعرض للاستغلال أو التلاعب بشكل غير مقصود إذا كنت تستطيع قراءة لغة جسد الناس والتعرف على البيانات التلاعبية ستصبح أقل عرضة للتأثر بنوايا الآخرين بقصد أو بغير قصد منهم وستكون أكثر استعدادا لاستغلال الفرص المتاحة من حولك فلا تفوت هذه الفرصة المثيرة لاكتشاف القدرات الكامنة فيك وتعزيز مهاراتك في قراءة وفهم الآخرين قوانين التلاعب الثلاثة عشر في كل لحظة تكون فيها مستيقظا في حياتك يحدث دائما نوع من التحكم العقلي أو التلاعب بك وفي كثير من الأحيان لا تكون حتى مدركا لهذا الأمر ويتم ذلك عن طريق الأنترنت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والإعلانات وحتى من زملائك في العمل وأصدقائك تأتي الشخصيات المتلاعبة بأشكال مختلفة وبغض النظر عن التنوع الفردي لهؤلاء الأشخاص فإنهم يتشاركون سمة واحدة وهي الذكاء والمكرو والخداع إذا كانت الغاية النهائية لهم هي الحصول على ما يرغبون فيه فإنهم سيستعينون بأي وسيلة ممكنة دون أن يهمهم مشاعرك أو مشاعر أي شخص آخر أو حتى مشاعرهم الخاصة فهم يركزون فقط على تحقيق النتيجة التي يسعون إليها على الرغم من اختلاف تقنيات كل متلاعب إلا أن هناك ثلاثة عشر قاعدة أو قانون تلاعب يستخدمها جميع المتلاعبين في وقت ما هذا لا يعني أن المتلاعب يمارس كل هذه القوانين معا فقد يمارس أحدها أو بعضها حسب الحاجة أو الموقف وقد يمارسها بعض الأشخاص بدون وعي منهم القانون الأول هو الكذب وإخفاء النوايا الحقيقية وهي قاعدة أساسية في عالم التلاعب وهو يعتبر ربما أقدم وأقوى أنواع التلاعب عندما يتعامل الأشخاص مع المتلاعبين الماهرين يكون من الصعب للغاية اكتشاف كذبهم حتى يكون قد فات الأون أحياناً قد يستخدمون الخداع لأغراض متنوعة مثل استغلالك أو ابقاء نواياهم الحقيقية مخفية حتى لا تعرف ما يخططون له أو حتى للمحافظة على المستوى بحيث يتقدمون عليك دائماً بخطوة واحدة بعض المتلاعبين قد يكذبون حتى عندما لا يكون هناك سبب للقيام بذلك لأنهم يستمتعون بإثارة الفوضى أو العبث بمشاعر الآخرين القانون الثاني هو السعي للحصول على الانتباه يشعر المتلاعبون بالراحة عندما يكونون محور الاهتمام من الآخرين ويستخدمون ذلك لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتأكيد شخصياتهم في سياق العلاقة الزوجية مثلاً قد يقوم أحد الأزواج بإثارة النزاعات باستمرار بهدف جذب انتباه الشريك الآخر وقد يحاول حل مشكلات ليست موجودة أصلاً القاعدة الثالثة تعتمد على نمط سلوكي عاطفي يكون المتلاعبون هنا أشخاص عاطفيين للغاية حيث يميلون إلى الانفعال بشكل مفرط أو حتى هستيري عندما لا يحصلون على ما يرغبون فيه الدراما والصخاب والتضخيم هي سمات شائعة في هذا السياق وعادة ما يلجأ هؤلاء إلى هذا السلوك العاطفي عند أقل الاستفزازات وهو سلوك غير لائق غالباً في السياق الذي يحدث فيه الأمر وردة الفعل كلها لا تتوافق مع الموقف القانون الرابع هو لعب دور الضحية وهي إحدى الاستراتيجيات النفسية التي يستخدمها البعض لجذب الاهتمام والتعاطف من الآخرين يقوم الأشخاص الذين يلعبون دور الضحية بتسليط الضوء على صعوباتهم ومشاكلهم بطريقة تجعل حالتهم تبدو أكثر سوءاً مقارنة بالآخرين يستخدم المتلاعبون هذه الاستراتيجية المرهقة عاطفياً من خلال التركيز على مشاكلهم والتأكيد على مدى سوء وضعهم لإثارة الشفاقة وكسب تعاطف الناس وجذب اهتمامهم وحتى للهروب من مسؤوليتهم القانون الخامس هو الاستحواذ على الثناء بدون استحقاق سيحاول المتلاعب إقناعك بآداء العديد من المهام أو العمل الكبير ليظهر في اللحظة الأخيرة للمطالبة بالثناء على تلك الجهود أو يحاول بالمكر والخداع انتزاع التقدير على هذا العمل الذي قام به غيره لتحقيق أهدافه الشخصية أو لتعزيز صمعته دون أن يكون قد قدم جهوداً فعلية القانون السادس هو إشعارك بالتباعية والاعتماد عليهم يعمل المتلاعبون هنا على إشعارك بالاعتماد عليهم معتقداً أنك بحاجة إلى خدماتهم وذلك بشكل متواصل وأنك لا تستطيع الاستغناء عنهم وبذلك يزرعون فيك الشعور بالالتزام تجاههم لكي يستفيدوا من ذلك فيما بعد فكلما اعتمدت عليهم بشكل متزايد زادت قوتهم وسيطرتهم عليك وهذا ما يسعون إليه القانون السابع هو الصدق الانتقائي يسعى المتلاعبون إلى الحصول على ميزة من خلال إخفاء الحقائق الحاسمة في نفس الوقت يحاولون إقناع الجميع بأنهم يقدمون معلومات دقيقة حول ما يحدث يشعرونك بأنهم يساعدونك من خلال إبلاغك عن الأحداث ولكن في الواقع يضمنون أنك دائماً تتأخر خطوتين على الأقل عنهم من خلال تقديم جزء من الحقيقة فقط هنا يتظاهر المتلاعب بأنه ودود للغاية ويشعرك بأنه شخص مقرب من أجل الحصول على معلومات يمكن استخدامها ذدك في وقت لاحق بعض الأشخاص طبيعياً ودودون ولا يضمرون أي نوايا ولا هدف لهم من وراء ذلك لكن شخصاً يتصرف بود زائد ويبد اهتماماً مفرطاً خاصة إذا طرح عليك أسئلة شخصية للغاية أو استفسارات تحقيقية على الرغم من أنك لم تعرفه إلا لمدة قصيرة قد يثير الشك هذه الاستراتيجية شائعة في مكان العمل وإذا كانت لديك غريزة تخبرك بأن هناك شيئاً غير صحيح فغالباً ما تكون تلك الشكوك مبررة القانون التاسع هو عدم الالتزام المتلاعبون هنا لا يرغبون في الالتزام يحبون تجنب إعطاء موافقتهم أو دعمهم إلا إذا كان ذلك يعني أنهم يحصلون على اليد العليا ويتلاعبون بالظروف لخدمة مصالحهم سيكونون مترددين بشكل خاص في الالتزام بأي شيء يتطلب منهم تحمل المسؤوليات سلوك عدم الالتزام من الشريك في الحياة الزوجية مثلاً يؤدي إلى توطر الشخص الآخر ويجعله يشعر بأنه يحتج إلى المزيد القانون العاشر هو التظاهر بالغباء هنا يلعب المتلاعب دور الغبي ليتفادى الأسئلة المحرجة كالقول عن مسألة واضحة أنه لا يعرف عن ماذا تتحدث أو ليكشف النقاب عن أمور شخصية لديك بعد تخفيض وعيك وتخلي عن حذرك لاعتقادك بأنه فعلاً غبي القانون الحادي عشر اتهام الآخرين وإلقاء اللوم عليهم هنا يسعى المتلاعبون باستمرار إلى الحفاظ على نظافة أيديهم عن طريق عدم تحمل المسؤولية أبداً وذلك عن طريق رفضهم الاعتراف بأخطائهم أو القيام بتصحيحها في حالة وجود أي مشكلة يميلون إلى إلقاء اللوم على سواهم بهدف تبرئة أنفسهم من أية مسؤولية القانون الثاني عشر المبلغة في المديح والإطراء يقول لك المتلاعب هنا ما تود سماعه فمن لا يحب سماع الإطراء فإنه من الصعب عدم الشعور در رضا بعد سماع المديح ومن المرجح أن تكون أكثر استمتاعاً برفقة شخص يثني عليك أكثر من غيره ولكن يجب أن تكون حذراً فقد يكون الهدف هو تملقك للاستفادة منك لاحقاً فقد يطلبون طلباً كبيراً يضعك في موقف صعب ويشعرك بالذنب في حالة عدم تنفيذه وقد تجد نفسك في النهاية مضطراً للاستجابة لهم القانون الثالث عشر والأخير هو السيطرة على قراراتك إن تقديم بعض التنازلات أو التعديلات في القرارات يمكن أن يكون جزءاً من التعاون والود في العلاقات لبناء علاقات صحية وسعيدة والهدف هو الاحترام والاهتمام لكن المتلاعبين يقومون بابتزازك عاطفياً من خلال الغضب والانفعال والدراما أو من خلال إشعارك بالذنب حتى تقوم بتعديل أو بالتخلي بالكلية عن قرارك خدمة لأنانيتهم ومصالحهم بدون أي اعتبار لك والاهتماماتك وسعادتك أو حدودك الشخصية استراتيجية تحليل لغة الجسد تحليل لغة الجسد يمكن أن يساعدنا في استنتاج ما يدور في ذهن شخص ما بما في ذلك الإشارات المحتملة للتلاعب يشارك جسمنا بالكامل في عملية التواصل فكل جانب من جوانب حالتنا الجسدية والعاطفية متأثرة بالموقف هناك سبع تقنيات يمكنك استخدامها لتحليل الأفراد وقراءة لغة الجسد من أجل فهم المشاعر المخفية للآخرين سنذكرها هنا صديقي بصفة مختصرة لأن موضوع لغة الجسد موضوع واسع ومتشعب كتب فيه العديد من الكتب إذا أردت الإطلاع أكثر على الموضوع أنصحك بقراءة بعض تلك الكتب أو أحدها على الأقل يرجى ملاحظة أن هذه الدلالات الجسدية قد تكون مؤشرات عامة ولا يجب أن نعتمد عليها بشكل قطعي لأنها يمكن أن تختلف بين الأفراد وتتأثر بالعوامل الثقافية والشخصية ومن الأفضل أن تأخذ في الاعتبار أيضا السياق العام وتفاصيل أخرى لتقييم مشاعر الشخص تجاهك وليس بالأخذ بإشارة واحدة منفصلة وبناء التحليل عليها بالكلية أولا دراسة المظهر العام يمكن أن يكون المظهر العام هو أول إشارة يكون عليك الانتباه لها فهو المؤشر الأكثر وضوحا وغالبا ما يعكس شخصية الشخص فمثلا هل مظهره يدل على محاولة ترك انطباع أول قوي هل ملابسه غير رسمية مما يشير إلى أنه هادئ ومرتاح فبمجرد مراقبة كيف يبدو يمكن أن تستنتج الكثير من المعلومات لكن من المهم أيضا أن تأخذ في الاعتبار أن الانطباع الأول الذي يتركه شخص ما قد لا يعكس بالضرورة شخصيته الحقيقية قد يكون لديهم أسباب خاصة تؤثر على مظهرهم في تلك اللحظة مثل الظروف الحالية أو المزاج العام لذا يفضل أن لا تستنتج قرارات نهائية عن شخص ما فقط من خلال مظهره الخارجي بل ينبغي أن تعطي الفرصة لمزيد من التفاعل والتواصل لتحقيق فهم أكثر شمولا ثانيا مراقبة وضعية الجسد بشكل عام إذا أعجبنا شخص ما أو شعرنا بالارتياح في وجوده فسنميل بشكل لا إرادي نحوه فمثلا إذا رأيت أن قدمي شخص ما تتجه نحوك فهذا يعني أنه يشعر بالراحة في وجودك قد يحاول الشخص الذي يحتفظ بيديه في جيوبه أو خلف ظهره إخفاء شيء ما قد يكون هذا دلالة على عدم الارتياح أو الرغبة في إخفاء بعض المعلومات وقد يكون هناك عدة أسباب لهذا التصرف مثل الخجل أو عدم الثقة في الموقف الحالي ثالثا مراقبة تعابير الوجه وهو أمر بالغ الأهمية فتعابير الوجه هي واحدة من أكثر الطرق فعالية للكشف عن المشاعر لدى الإنسان فعندما تنظر إلى وجه شخص ما يمكنك استنتاج العديد من المعلومات حول مشاعره وحالته العاطفية فلا يوجد شيء يكشف عن المشاعر أكثر من تعابير الوجه من بين جميع المكونات الجسدية الأخرى على سبيل المثال عندما يقلس الشخص شفتيه ويضغط فكه ويعبر عن انزعاج طفيف عبر جبينه فإن هذه التعابير ترسل رسالة قوية بشأن عدم رغبته أو عدم ارتياحه للرد بالإيجاب أو تردده بشأن أمر ما أو ربما يكون هناك قلق أو توطر يتعلق بالموضوع المطروح وبصفة عامة فإن تعابير الوجه تروي لنا نصف القصة فقط حيث يجب علينا أخذ السياق والمعلومات الأخرى أيضا في الاعتبار لفهم الوضع بشكل أكثر دقة رابعا التركيز على العينين عندما يكون الشخص يكذب يمكن أن يكون من الصعب عليه الحفاظ على الاتصال المباشر بالعينين لكن الشخص المعتاد أو الماهر في الكذب سيحاول عمدا الحفاظ على الاتصال البصري طول الوقت عندما لا تصل مثلا ابتسامة إلى العينين ولا تجعلهما تتجعدان كما يمكن أن تفعل ابتسامة حقيقية فإن ذلك يعني أن الشخص يقوم بعرض ابتسامة مزيفة يعتبر ذلك إشارة إلى عدم صدق الابتسامة ويمكن أن يعكس نقصا في الصدق أو العاطفة الحقيقية التي يعبر عنها الشخص قد يعد هذا النوع من الابتسامات مؤشرا على الانتباه العاطفي المحدود أو الرغبة في إخفاء المشاعر الحقيقية خامسا الاستماع أو الإنصات بتركيز وانتباه لنبرة الصوت الصوت البشري يحتوي على العديد من العناصر التي يمكن استخدامها لتحديد المشاعر مثل النغمة والتردد والسرعة والقوة والتسارع والتوتر والتناغم الصوتي يمكن لهذه العناصر تكوين نمط صوتي معين يشير إلى حالة معينة مثل السعادة أو الحزن أو الغضب أو الخوف أو الاستغراب إلى آخره على سبيل المثال في حالة الغضب قد يكون هناك زيادة في قوة وسرعة الصوت وتوتره وفي حالة السعادة قد يكون الصوت أكثر حيوية واندفاعا بالمثل يمكن أن تشير نبرة الصوت المنخفضة والبطيئة إلى الحزن أو الاكتئاب بينما النبرة الصوتية الحادة والمتوترة يمكن أن تكون مؤشرا على القلق أو الخوف أخيرا مراقبة الحركات العامة مثل الوقفة أو حركة الرجلين أو الإيماءات فيمكن أن يكون وضع الجسم مؤشرا على المشاعر والشخصية على سبيل المثال إذا كان الشخص يقف بوضعية مستقيمة فقد يشير ذلك إلى الثقة أما إذا كان الشخص يقف بوضعية منحنية فقد يكون ذلك دليلا على حزن أو انكماش شخصيته لكن يفضل عدم الاعتماد فقط على وقفة الشخص لتحديد المشاعر والشخصية بل أيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار السياق العام والتفاصيل الأخرى المتاحة للحصول على فهم شامل ودقيق للشخص ومشاعره وشخصيته كذلك يمكن أن تشير حركة الساق الزائدة إلى العصبية كما يمكن أن يشير تقليب الشخص ذراعيه وساقيه بشكل عشوائي إلى عدم الاستقرار العاطفي أو عدم الارتياح والإيماءات الجسدية التي يظهرها الشخص أثناء الحديث قال تعكسه مستوى الثقة قبل أن تستخدم هذه الطرق لدراسة الأفراد يقول الكاتب أن هناك نقطة مهمة جدا يجب أن تأخذها في الاعتبار يجب أن تتجنب أن تصبح محللا مفرطا وأن تتجنب أن تركز بشكل زائد على البحث عن علامات حافظ على هدوئك واسترخائك كن على طبيعتك واكتفي بالمشاهدة بدون أن تكون نقديا جدا أو تفكر بشكل مفرط في أي شيء تلاحظه التعامل مع المتلاعبين يسعى المتلاعبون جاهدين لافتعال الشك والضعف فيك وسيبذلون قصار جهدهم لتقويض ثقتك بهدف السيطرة عليك عندما يتسللون إلى حياتك يصبح من الصعب التخلص منهم ولكن يمكن تحقيق ذلك إذا اتبعت بعض الإرشادات الأساسية التالية أول وأهم شيء يجب عليك القيام به هو الحفاظ على الأصدقاء الأوفياء والعلاقات التي تعرف أنك تثق فيها لأنهم سيساعدونك على تجنب فخاخ المتلاعبين وينبهونك إذا شعروا بأن هناك شيئا خاطئا ويقدمون الدعم اللازم ثانيا يجب أن تتواصل مع عائلتك وأن لا تعزل نفسك عنهم حتى يظل على الطلاع دائم بما يحدث في حياتك هذا سيمكنهم من تقديم الدعم والمساعدة عندما تواجه صعوبات أو تعاني من مشاكل فمن أهداف المتلاعب أحيانا عزلك عن عائلتك وأصدقائك لتكون فريسة سهلة ثالثا لا تتسامح مع المتلاعبين خاصة إذا علمت أنهم يفعلون ذلك بوعي وقصد كن حازما وصريحا قم بمواجهتهم وإبلاغهم بموقفك بشكل مباشر قد يصطمون لأنهم لا يتوقعون أنك تمتلك القدرة أو القوة ولا يتوقعون أن تتصرف بحزم رابعا يمكنك أيضا تجاهلهم والاكتفاء بمشاهدة كيف يعبرون عن استيائهم من خياراتهم قد يصابون بالصدمة لأنهم لم يتوقعوا أن تتجاهلهم وتستمر في اتخاذ قراراتك بثقة واطمئنان قد يكون هذا الاستجابة الأفضل في بعض الحالات حيث يتعين عليك الحفاظ على راحتك النفسية وتوازنك العاطفي خامسا لا تحاول أبدا إصلاح شخص متلاعب لأنها لعبة لن تفوز فيها أبدا سيجعلونك تشك في نفسك ويعبثون بعقلك لتجد نفسك تتوق بشدة للقبول والتأكيد من قبلهم ابحث عن أشخاص يشعرونك بالراحة والحب والتقدير أخيرا إذا وجدت نفسك تطلب الإذن بشكل مستمر حتى في الأمور التي لا تستدعي ذلك فأنصحك بالتوقف واستعادة السيطرة على حياتك بنفسك لا تسلم مفاتيح إرادتك لشخص متلاعب لا تتنازل عن مبادئك من أجل شخص يرغب فقط في استغلالك قم بتعزيز ثقتك بنفسك وتحديد الحدود الشخصية الخاصة بك وتعلم كيفية اتخاذ القرارات المهمة بناء على قيمك ومبادئك الشخصية تدرب على ممارسة التواصل الواضح والصريح مع الآخرين بشأن احتياجاتك ورغباتك حافظ على احترامك لنفسك وعلى قوتك الشخصية وحاقك في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحك الخاصة إذا كنت صديقي تظن أنك تتعامل مع متلاعب فيمكن أن تكون أمام تحدي صعب هذا الملخص يعطيك نظرة عامة ويفتح لك الباب فقط للتعمق في الأمر أكثر من خلال قراءة المزيد عنه كنت معكم أنا سعيد ولد محمد من قناة أوديو تاب أرجو لكم جميعا التوفيق ودمتم رائعين